بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصلاة المرسلين ما سنتعلمه في الحسنة المقبلة بحول الله هو الأمر التالي سنقوم مثلا باستعمال عدد صحيح طبيعي ذلك على الشكل صحيح طبيعي يمكننا تحكم في قيمتها وتابعا لهذه القيمة فاننا سنقوم بإضافة نص وهذا النص يكون نص تفاعلي يتفاعلون مع العددين مثلا هنا إن تسبب 15 سيكتب لنا أمبار مثلا إن تسبب 16 سيكتب لنا أمبار نقوم بتغيير مثلا قيمة هنا سيكتب لنا أمبار نقوم بتغيير مثلا قيمة مرة أخرى مثلا العدد 23 سيكتب لنا أمبار بطبيعي الحال هذا الأمر الذي استعملناه لإنجاز هذه البرمجية هو الأمر C عندما نضغطه في شعر الكتاب ونكتبه C تضغطونا مجموعة من الأوامر وبينها هذين الأمرين ثم الأمر الذي يليها مباشرة تنسي بين خوصين كوندسيون فاصلة ألغة ثم فاصلة سين وفي الحصة المقبلة بحول الله سنحاول التطرق وشرح هذين الأمرين